إذا صادفتوا هالعيني من الأدوية أنتوا عم تبرموا على الصيدليات فانتبهوا فتسجيلة في وزارة الصحة تم بطريقة سريعة ومثيرة للشك مع العلم أنه بعضا ما خضى على الاختبارات اللازمة فوجئنا كأطباء وصيادلي أنه بعض المندبين بفوتوا على صدلات لبنانية بيقولوا إذا ما عندك هالدواء اللي هو مثلا مسكن في عندي دواء آخر بديل هو هالدواء الإيراني أو الدواء السوري وبالتالي لما نحن نوضع المريض بين خيارين أنه ما ياخد دواء المزمن وبين ياخد دواء إيراني غير شرعي بنكون عم نجبره ونكون عم ننكل فيه ونكون عم نخليه ياخد دواء غير مطابقة للمواصفات على حساب صحته وأمام هالواقع الخطير أرى المواطنين بالشارع متعددة لا بسافر لبرة بجيب أدويته برجع عم بيستور دولة دواء من سوريا كرمل أقدر خليس علاجه فضي تجي الآخرة وأستعمل لك أدوية مش مراقبة يعني مش مصبوطة بعتد أنه يمكن رح نتر ناخده لأنه بوقت دي بصير شما كان نلاقي رح نتر نستعمل وفي بعض المستشفيات الحكومية منها تحديدا فلا خيار للمواطن سوى الدواء الإيراني هذه أدوية تحقن في الدم في العرق وتعطى إلى أمراض مثل كيموثرابي مثل أمراض سرطانية خطيرة جدا أعراض جينيبية يعني البعض عطى شيء اسمه أنافيلاكتك ري أكشن وهي عبارة عن صدمة حساسية مفرطة وقد تؤدي إلى الموت القاتل والبعض عطى شيء اسمه تيراتوجينيستي يعني بيؤدي إلى التشوه خلقي عند الجنين في حال الأمرأة كانت حامل وعنده كثير أشياء معيين يمكن تؤدي إلى side effects نحن بغنى كثير عنها فهل تكلفة الدواء الإيراني على وزارة الصحة أقل؟ مريض سرطان يعالج على حساب الوزارة كان قبل عم تأمله الدواء الأساسي للإنوفيتر دواء حقه 1400 دولار سويسري الأصلي الدواء اللي نومها الإيراني غير مصدق أو غير مصدق دوليين حقه 1200 يعني ما فيها تقريبا نفس السعر عم نحكي بأقل جودي فأين هي الشعرات الفطفاضة اللي كاني قلنا إياها الوزير أنه سوف نقدم أحلى نوع دواء وأفضل بالسعر الأقل صدنا عم نقدم أسوأ نوع دواء بأسوأ سعر مع انتشار أدوية خطيرة على صحة المواطن في السوق اللبناني هل صار فيه داعي للهلع؟